السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في القناة. برحب بكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجديد. بقول لكم اهلا وسهلا. وبقول لك لو انت لست جديد معينا واول مرة تسمعنا تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطفية لمواريد برج السرطان. ان شاء الله. آآ نبدأ مع برج السرطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. آآ طبعا يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. آآ مهمين جدا كمان مهمين في اختياراتي للفيديوهات اللي انا هعملها. الكراءة العاطفية احتمال تكون عكسية. ليه? لان هي الكراءة الوحيدة اللي بيكون موجود فيها آآ طقتين. آآ فكل طبعا حد بيبقى عارف الوضع بتاعه وعارف حالته. وعارف الكلام ينطبق عليه ولا على الطرف التاني. لكن ان شاء الله بتطلع يعني سليمة معي بالنسبة كبيرة جدا يعني. نطبق بسم الله الرحمن الرحيم مع برج السرطان. وهي هقول لك الطاقة بتاعتك الاول في الفترة دي. انا شايفة طاقتك في الاول يا برج السرطان انت تعبان افضل. آآ طاقتك تلعت معي آآ انت تعبان. قلبك موجوع. ممكن بعضكم حاسس بغادرة حاسس بخيانة. آآ بالنسبة للمتزوجين انت فترة فيها تعب كبير جدا عليك. آآ مش بس تعب قلبك ووجع قلبك. لأ انت كمان حاسس بطاقة غريبة. يعني انت كمان اللي بعد كده آآ انت في حمل في هموم في معاناة عندك. في حاجة عايز ترتاح منها. حاجة عايز تتخلص منها. آآ في مشكلة عندك. المشكلة دي مش بتنيمك. يعني انت على طول تعبان آآ بتفكر في حاجات كتير جدا. ممكن تكون عندك مسئوليات كتيرة. آآ ممكن يكون عندك تفكير كتير بسبب معاقف او حاجات حصلت معاك. ممكن تكون كزا حاجة مش حاجة واحدة او تخص الناحية العاطفية بس. آآ لكن انا بالنسبة لك برج السرطان المتزوجين. انا شايفة اللي بعد كده انت في عندك بيت سعيد. عندك سعادة. عندك آآ آآ حبيب آآ بي بيعتذر لك بيقول لك ان هو بيحبك. آآ ده اللي موجود في الطاقة بتاعتك. الطاقات اللي موجودة معك في الكراءة انا شايفة طاقة هوائية نارية ترابية. ومائية. الابراج اللي موجودة معك في الكراءة معك برج الكوس الحوت. الكوس والحوت والحمل. والعزراء. والاسد والجوزاء. آآ آآ دي الابراج اللي موجودة معي في الكراءة ودي التاقات. التاقات كلها موجودة ودي الابراج اللي موجودة معي في الكراءة. آآ لكن زي ما بنقول دايما هي مش مش مهمة المهمة الكراءة نفعها. نبدأ هتكون الكراءة عبارة عن ايه? انت تفكيرك في العلاقة او وضعك الحالي او حالتك في الوقت اللي احنا فيه. آآ آآ تفكير طرفي التاني فيك. او تجاه العلاقة. نويات جاهك او تجاه العلاقة. مصير العلاقة والنصيحة لك للشهر ده ان شاء الله. آآ نبدأ بيك انت الاول انا شايفة آآ يعني الكروت بتوعك آآ اول كارت اللي هو كارت الزواج. اخر كارت كارت الانفصال او الطلاق. آآ يعني انت ممكن تكون بتفكر ما بين انك تستمر او انك تبعد او الشريك او انت شايف انك مع الشريك بيفكر كده. ما بين انك يستمر او انت تكون حاسس انك في وضع مهدد. يعني ده اللي انا استوحيته من شكل الكارتين دول في في وضعهم ده. يعني انت في النص انت حاسس ان استقرارك العاطفي وامانك المادي وحياتك العائلية ممكن تكون فيها تهديد ما بين ان زواجك يستمر او يحصل انفصال. او تكون انت او الشريك بتفكر في حاجة من الاتنين دول. لكن انا شايفك آآ يعني انت بتحب الطرف التاني. بتحب الشريك جدا. آآ شايفك كمان انت شايفه بالنسبة لك فرصة. آآ شايفك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت هتنجحها. عشان آآ تخليها تمشي لقدام آآ شايفك كمان ممكن طالب منه فرصة. يعني يعني انك هتتطور وانك هتتحسن. آآ بنسبة لك او يكون ده تفكير الطرف الثاني. شايفك كمان ممكن تكون آآ مستني منه فرصة. آآ في موضوع كمان مادة آآ غالب على القراءة جدا. يعني بالنسبة لك انت بتفكر في المادة بشكل كبير. ممكن بعضكم في آآ تعصر في الحالة المادية. ممكن بعضكم حاسس ان الحل هيكون في الوضع المادي يكون متحسن. ده للبعض منكم. ده بالنسبة لتفكيرك انت ودماغك انت في الوقت الحالي. تفكير الطرف التاني. آآ فيك ايه او في العلاقة? انا شايفاه بيشوفك يعني آآ كارت المجيشن هنا يعني الساحر آآ هو يعني يا اما بيشوفك آآ آآ يعني شخص جذاب وآ جميل وآآ وعندك ادوات كتير وتقدر توصل العلاقة آآ لشكل افضل. او ان هو آآ يكون آآ بيشوفك شخص مخادر. آآ كمان تفكيره من ناحيتك عاطفي زيادة عن اللزوم. انت تلاقيت لك في القراءة مرتين. يعني مرة في تفكيرك انت ومرة في تفكيره هو. انتو محتاجين فرصة. والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة آآ كتير ومرتبطة بالاستقرار ومرتبطة بالثبات. مرتبطة بالآآ برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي. يعني انتو الاتنين تفكيركوا كتير مقارب من بعض. لكن في آآ في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفه هو خايف انت آآ ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تمشي وتسيبه آآ في تفكير الطرف التاني آآ من ناحيتك كده آآ تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت حن الحنان او انت الامان اه هو المفروض آآ يكون بالنسبة لك آآ يعني ممكن اقولك على حاجة. ممكن لبعضكم انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مسلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر آآ بيحس انه عايز يمشي. عايز يمشي للسبب ده. ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك آآ اغلب الطاقة اللي موجودة معي هي ممكن ما تنطبقش على الكل على البعض لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قديني هو ده اللي انا شايفاه. آآ آآ الشخص ده آآ في حب كبير لي جدا. وبعضكم لو انتو زعلانين يعني انتو متزاوجين بس في زعل بينكم وبين بعض الشخص ده عايز يعتذرق. عايز يتكلم معيك. عايزة يصفي الامور تماما. عايزك ان انت بتاعة تديله فرصة. آآ من ناحية نوايات جاه العلاقة آآ انا شايفة نوايات جاه العلاقة حلوة جدا. آآ نوايا يعني اول حاجة يعني انا شايفة البتاني فقط. هو عايز علاقة نكحة من كل حاجة. تبقوا انتو الاتنين مبسوطين وعندكو بيت واسرة واطفال. وحياتكو سعيدة وكويسة. كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله. آآ بيشوفك يا برج السرطان ان انت السلمية بتاعه. آآ بيشوفك انك انت آآ يعني انت منه وهو منك. دي نظرته ليك. او دي نوايات جاه العلاقة. انتو انتو اللي اتنين تكونوا مستحدين جوه بعض. آآ وشايفة كمان في نوايا هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير. بيدعي ربنا كتير انكو تكونوا مع بعض او انه انتو تبقوا آآ بالشكل اللي هو عايزه. آآ بالذات كمان يا برج السرطان لو انت بتتعامل مع طاقة مائية زيك او نارية بالذات برج الحمل او الاسد. او طاقة هوائية. آآ هو كمان آآ بنوايات جاهك انه عايز يكون نجاح وعايز يحقق نجاح معيك. عايز يحقق معيك انتصار. عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قدامي بتتعامل مع شخص. سواء انت راجل او ست. كل نواياك كويسة جدا تجاه العلاقة. آآ كمان آآ ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير. او بيعاني من ظروف وحاجات كتير او غير العلاقة العاطفية او غير ان هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطفية. لا هو في عنده مشاكل تانية كتير. او يكون بيشوفك انت شخص كده. يعني انت شخص آآ آآ تعبان مش ناقص مش متحمل. انت شخص بتعاني من حاجات كتير. فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده. عايز يخرجك من الحالة دي. يا اما يكون هو شخص هو نفسه اللي شخص عامل كده. فانا شايفة تفكيره ناحيتك ونوايات جاه العلاقة كويسين جدا. لحد دلوقتي ايه مصير العلاقة. آآ مصير العلاقة. آآ شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور. آآ ممكن آآ يعني انا شايفة بصو هي قرارة ممكن تكون عكسية. بس الطرف التاني آآ تفكيره من ناحيتك كده. ممكن انت برج السرطان تاخد قرار متهور. ممكن تكون بتشك في حاجة. آآ في حد هياخد قرار متهور بين ان هو آآ يمشي. يسيب العلاقة دي. وآآ ويمشي. وهيحس ان هو آآ كده تمام. آآ كده هو سليم. آآ كده هو بيعمل الحاجة الصحة. كده هو حق انتصار لنفسه. آآ برغم ان هو هيكون تعبان جدا ان هو بيعمل كده. او بيدوس على حاجات كتير او بيصير بيبقى بيستقوى على الطرف التاني. لكن في حد هيعمل كده آآ وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه. يعني هينزوي مع نفسه يفدل يفكر في كل حاجة. يعني مش بشكل انطوائي. لأ. آآ بشكل اكتشافي اكتر. يعني ان هو هيتعمق بقى في شكل العلاقة. عاوز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير. آآ مراجعة حسابات. آآ مراجعة اخطاء. حاجات من النوع ده. ده اللي انا شايفاه في مصير العلاقة. عايز اتحاب لك كارتة تاني لمصير العلاقة مع نش. بسم الله الرحمن الرحمن. مصير العلاقة بالنسبة لبرج السرطان. آآ اه هو الشخص ده آآ حذر من حاجة. او انت. يعني ممكن حد فيكو آآ هيبقى عنده قلق. هيبقى عنده تخوف من حاجة. هيبقى خايف آآ بازدات لو انتو برج آآ ناري بتتعامل مع برج ناري او ترابي. آآ شايفة فيه تخوف. آآ شايفة آآ شخص آآ ممكن مجروح كتير وآآ وخلاص مسلا خايف يكمل خايف يجازف. آآ شخص ده حذر. او تكون ده احساسك انت وانت اللي هتمشي عايز تمشي من العلاقة دي آآ يا برج السرطان. ده بالنسبة لمصير العلاقة وده هيكون في الوقت الحالي. آآ هي مش آآ مش طاقة مستمرة يعني. طب النصيحة بتاعتك. آآ انا شايفة نصيحة بتاعتك برج السرطان. انك آآ يعني آآ حاول انك تشغل نفسك. وبعد عن التردد. آآ انا شايفت كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهيم عندك افكار كتير بتفكر في حاجات كتير. آآ ممكن ملهاش علاقة بالواقع. آآ ممكن لبعضكم انت عندك اختيارات كتير فاضطارو عايز يقولك انك تحدد اختياراتك. آآ بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية. بيشك في علاقة ثلاثية. فهو عايز برضو يقولك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش آآ مش حقيقي. او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مستبتة. او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها. آآ وابعد عن السلبية وانك آآ تبص لنفسك بنظرة آآ آآ نظرة يعني المجني عليه. آآ لأ انت يا شخص كويس وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا. فاابعد عن النظرات السلبية للي حواليك او لنفسك انت او انك تشوف نفسك مظلوم او مجني عليك. آآ اخرج من الحالة دي اخرج كمان من حالة الندم آآ بيزداد على المستوى المادي. آآ لان انت ربنا هيعوضك بحاجات حلوة كتير قوي جاية. يعني انا شايفة انت معك شخص بيحبك. شايفة الاسف انت عندك فرصة كمان ممكن يكون عندكو آآ عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل آآ من ربنا لاستمرار العلاقة دي. لكن في نصحتك انا شايفاك تبعد عن حاجات كتير. ممكن تكون لبعضكم بيعملها في الوقت الحالي آآ بيتمدن بيتحصر كتير على حاجات فاتت على حاجات مضت آآ ممكن بعضها يخص المادة بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة. ابعد عن التذكير ده او تذكير في وجود طرف ثالث عن اوهام كتير في دماغت. لو بعضكم عنده علاقات كتير آآ يبعد عنده ويحدد هدفه ويحدد اختياره بالنسبة لبرج السرطان آآ متزوجين آآ الكراءة انتهت. آآ بتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق آآ ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. آآ شكرا للمتابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعازبين دلوقت. برج السرطان بالنسبة للعازبين. هنقول مع بعض هتكون القراءة هتكون عبارة عن آآ انت ايه اللي مستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حياتك. آآ لو انت بتحب حد او فيه في حياتك شخص ايه تفكيره آآ اتجاهك او تجاه العلاقة. ايه نواية تجاهك او تجاه العلاقة. ايه مصير العلاقة مع الشخص ده. وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله. آآ هقولي الطاقة بتاعتك الاول برج السرطان. انا شايفك يا برج السرطان بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين. انت حاسد انك في وضع متكتف. انت مقيد في وضع معين. الوضع ده تعبت جدا وانت مقيد فيه وحاسد انك مش عارف تخرج منك. آآ كمان شايفة في عندك آآ يعني انت عايز تحس بمثلا يعني هنا ممكن تقولي حاجتين. يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانك آآ تعيش حياة مستقرة بشكل يرضيك. آآ لكن انت متكتف ومش عارف آآ انت متكتف ومش عارف آآ يعني الموضوع خارج عن ايدك. او انك تكون بتتعامل مع شخص متزوج آآ وانت برضو متكتف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك. آآ يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت. القرار عند شخص تاني. آآ ده بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين كمان انا شايفة لبعضكم آآ ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية. يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن ومن القراع قداني. في احتمال كبير قوي آآ تكون لبعضكم يكون في علاقة ثلاثية. آآ لو انت في علاقة ثلاثية فانت آآ بواصس على العلاقة الثلاثية دي وعايز تلاقي لها حل باي شكل. وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون في شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك. وبيحاول يبين لك حبه بس انت مش شايف كل ده. انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها. ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية. لو انت مش في علاقة ثلاثية بورج السرطان انت آآ يعني ممكن قاعد مثلا نستني انك يعني يحصل ارتباط آآ بيبص على سنين فاتت من عمرك او بيبص على مشاكل حصلت في حياتك او بيبص على وضع انت مقيد فيه. آآ لكن اللي بعد كده لذا تور بيقول لي انك انت في تغيير جزري هيحصل في حياتك. يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خاطر. آآ فانت فيه تغيير جزري هيحصل في حياتك طبعا من الناحية العاطفية لان انا كلمي على الناحية العاطفية آآ فيه تغيير جزري هيحصل وتطور هيحصل للاحسن. فيه علاقة هيكون فيها طلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار آآ ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الصفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او آآ يعني آآ الشخص ده آآ يعني لو هو لو هو في علاقة ثلاثية هيرجع لك انت. هينفصل عن العلاقة دي لان هو تعبين جدا ويرجع لك انت. لو هو آآ مش في علاقة ثلاثية وانتو مثلا في بينكم مشكلة هيرجع لك. لو انت مفيش في حياتك حد فانت في شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده. حتى لو مكنش تعرفه علاقة عاطفية. بس انت شفته قبل كده. او الشخص ده آآ يعني انت تعرفه من زمين وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه دين. آآ ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات. التاكاتل اللي موجودة آآ انا شايفة النارية معيك كتير وال آآ النرية والترابية والهوائية كتير برضه آآ والمائية كمان موجودة. الابراج اللي موجودة معيك برج السور برج العقرب آآ برج الجوزاء برج القسد برج قلنا عقرب سرطان زيك. كمان. وبرج الحوت. والعقرب طالع لك مرتين. والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان. فانتو شكلكم بتتعاملوا مع اشخاص ابراز مائية كتير ونارية كمان. اه وبرج الكوز كمان. طيب نبدأ القراءة وهنقول انت ايه او كده انا شايفت في الوقت الحالي انت واقف مستني. انت حواليك زي ما قلت في الطاقة بتاعتك انت فيه ناس بتبص عليك. انت فيه ناس ممكن تكون بترقبك. اه ناس تكون حواليك معجبين. مثلا ناس بتحبك. لكن انت في حد معين هو اللي باصص عليه. باصص عليه. ومستنيجي لك. مستني اخد قرار. مستنيين هو يكلمك. شخص ده انت بتحبه جدا. وعايز اقول لك هو كمان بيحبك جدا. انا شايفة في حب من ناحية الطرف التاني لك. اه في حب متبادل لكن للبعض هيكون فيه علاقة اه ثلاثية. للبعض ممكن يكون هو زميلك في في العمل او في الجامعة او اه او جار او 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 يكون بينكو اصدقاء مشترك مشتركين يعني. اه لكن انتو ممكن تكون تكون عيشت مع الشخص ده سويني بقى. اه انت ممكن تكون عيشت مع الشخص ده قصة حب وكان بينكو مسلا اصدقاء مشتركين او كده. والشخص ده مسلا اه خدعك في حاجة او سابك ومشي منك مرة واحدة او اه انت اللي سبته ومشيت مرة واحدة. انا شايفك في الاخر انت اه بتستشفي او انت بتحاول اه تخرج من اه اه يعني من من حالة او من مواقف انت تعرفت لها من علاقة عاطفية فاتت مع شخص كنت انت انتو اللي اتنين بتحبوا بعد. ممكن يكون فيه اه طرف تالت اه تلصص ودخل في العلاقة دي افسدها. ده احتمال برضو تاني لتبعاد من النقو. اه لان القراءة بتاعتك فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا. فانا قلت كل حاجة اقدر اقولها دلوقتي. اه طيب لو انت فيه شخص تاني بتحبه. اه تفكير الشخص ده تجاهك ايه? الشخص التاني ده اه هو عنده حيرة كبيرة اه. عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني. ايا ان تنبع الطرف التاني. لكن في كل القراءة على فكرة الطرف التلت ده موجود بقى. يعني فيه طرف تلت يعني فيه طرف تلت. اه عنده حيرة كبيرة جدا مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي. ده تفكيره. اه ممكن تكون بتتعامل مع شخص او السرطان او او الشخص ده عنده حيرة كبيرة. اه عايز يبدأ معيك بداية جديدة. ده تفكيره. لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معيك دي. اه هو هيدوس فيها على ناس كتير. هي يعني هتروح مسلا فيها. يعني فيها مسلا ايه? اه اه هو خايف على قيم على عادات على تقاليد. لكن في عندكم نهاية لشيء في تفكيره هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة. وهو ده اللي عملي يفكر فيه. اه هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتتكلموا. اه شايفة فيه بينكم تواصل روحي فيه تفكير قوي قوي بينكم وبين بعض. اه هو حاليا بيحاول يكتشفي بيحاول اه يعني يخرج من الواجع ده لان انا شايفاه هو في مقزة كبير جدا. اه هو لازم اه عشان يجي لك يدوس على حاجات كتير قوي عشان يستمر معيك يدوس على حاجات كتير قوي. او بعضكم تكون عنده مشكلة مادية او ازمة من ناحية الشغل. وهو مش قادر يقرر. يعني ده تفكير الطرف التاني. لكن انا شايفة غالب على القراءة قوي طرف تابت على فكرة. الشخص ده بيحاول يوازن اموره. آآ بيحاول يهدى. ممكن يكون بعد عنك للسبب ده. لبعضكم ممكن يكون بعد عنك. وبعد عنك للسبب ده يا برج السرطان. علشان يقدر يعني يرجع لك بالدية جديدة. لان هو هو في الوضع ده هو متقطع يعني هو مش عارف. مش عارف الصرف ازاي. آآ مش عارف ياخد قرار. مش عارف يعمل ايه. آآ ايه نوايات جاه العلاقة? انا شايفة آآ في نوايات انا شايفة في حب. يعني هو ناوي يتعامل مع حبه ليك بحكمة. آآ يكون آآ عائل راسي مش عايز اي تهور. آآ يعني شايفة بيقدم حب بس وهو كده في مكانه. يعني ده ملك الكؤوس فهو شخص آآ يعني آه يعني بيحبك لكن هو آآ تقيل شوية. يعني مش مش عاره مش هتمشي. يعني مش عاره مش هتمشي تجاه العلاقة. بيهايقعد ويستنى ويشوف ويقرر ويحلل حاجات من كده كتير لكن هو عنده حب كبير ليك نوايات جاهك آآ آآ ان هو يحقق لك سعادة. ان هو يعمل لك يعني هو مرتبط بيك وهو منجذب ليك على فكرة. وبيشوف شوفك نا يعني شخص مناسب ليه. انت اكتر شخص آآ مناسب ليه. آآ لبعضكم انتوا فعلا متبعدين ممكن في الفترة دي. لان انا شايفة فيه كارتين يدلوا على تواصل روحي بينكم قوي. ولو انت بتفكر في الشخص ده بشكل كبير آآ التفكير ده آآ يعني في الغالب هيكون بسببه هو. يعني هو اللي بيبعط لك الطاقة دي. لان هو بيفكر كمان فيك بشكل كبير. آآ بعضكم ممكن فيه اختلاف بينكم وبين بعض آآ لكن انا شايفة ان انتم هتتجاوزوا المرحلة دي. هو كمان نفسه في نواياه يعني ان اللي يحصل يكون يعني برا قراراته. يعني مش هو اللي ياخد قرار فيه. يعني هو بيتمنى ان ربنا هو اللي يتطرف في العلاقة دي. يعني هو اللي يحل الوضع اللي انتم فيه ده. آآ آآ يعني هو اللي يخرجكم من الحالة دي او هو اللي يجمعكم ببعض. تاني آآ ده من ناحية الشخص ده كمان انت بتتعامل مع شخص ممكن يكون الشخص ده روحاني آآ قريب من ربنا او بيعمل حاجات خير كتير آآ وعايز انه ربنا يحل المشكلة اللي بينك وزيه. يعني هو سايبها كده آآ للقدر يعني. مش مش ناوي حاجة معينة او عنده قرار لكن هو فيه عنده حب فيه بينك وبينه تواصل روحي شايفك حد رائع ومناسب وفي الاخر هو سايبها للقدر. آآ مصير العلاقة انا شايفة في مصير العلاقة آآ انا شايفة آآ يعني بعد وضع معلق لفترة آآ وضع معلق هينتهي. يعني ممكن تكون بعضكم معلق في الوضع ده بقى له فترة. انا انا شايفة كمان طقتك انت مقيد ومتكتف علاقة فعلا. فانا شايفة مصير العلاقة هو رايح لبداية جديدة في لبعضكم آآ هيكون في عنده آآ عرض آآ عرض حب جديد. وهي آآ آآ ممكن يتخلى عن الشخص اللي هو معي ده. والبعضكم ممكن آآ آآ يعني وضع المعلق اللي انت فيه ده لان انا جاي للزهنجد من آآ مقلوب. فانت الوضع المعلق اللي انت فيه ده هيتفتك وهيكون عندك بداية جديدة تماما. آآ ممكن الشخص ده انت اصغر منه او هو اصغر منك شخص مختلف عنك شوية برج السراطون. آآ وشايفة انه هيفضل متمسك بيك. لكن شايفك ممكن آآ تسيبه وتمشي. يعني ممكن تسيبه وتمشي وتبدأ من اول وجديد. لكن انا شايفة فيه عندك عرض حب وفيه ان الشخص ده آآ هيفضل هيفضل متمسك بيك. آآ ده ما صرها في الوضع الحالي يعني. هو لسه قاعد في مكانه يعني. النصيحة بتاعتك للفترة دي آآ برج السراطون. آآ بعضكم ممكن يكون بيدخل ويخرج في علاقات حب مسلا كتير او من لو مش كتير يكون بسرعة. يعني ممكن تكون بتدخل في علاقات حب بسرعة آآ او في علاقات للبعض مسلا لو يعني آآ يعني حب عميق قوي ويحصل ده بشكل سريع آآ الضرو بيقول لك حاول توازن بين قلبك وعقلك ابعد شوية عن رومانسية آآ آآ يعني حكم قلبك شوية في العاطفة لان ده بيؤدي دايما معيك لانه العلاقات مسلا تفشل او انه الطرف يبعد انت تبعد انت مسلا تحس ان هو آآ كلها مش حب وتمشي او الطرف التاني آآ يبعد يسيبك ويمشي فدايما آآ في حاجة غلط بتحصل في العلاقات معك ممكن تكون بسبب تهورك او آآ تسرعك العاطفي او ان انت بتميل العاطفة بشكل متسرع او انك انت مش بتقدر تختار آآ توقم روحك بشكل كويس او بشكل سليم ده بيخلي علاقات معاك آآ يكون نتجتها الفشل فمسلا يعني خليك دايما متوازن آآ ما بين آآ قلبك وعقلك كمان بعضوكو لو انتو كمان رجالة بالزيت يعني آآ بلاش مثلا آآ السرعة في العلاقات آآ التعدد في العلاقات اللعبة مثلا ما بين شخصين او اللعبة بشخصين في وقت واحد آآ وفي الآخر مسلا الشخصين دول بيمشوا يعني الشخصين ما بيكونوش موجودين او انت بتتبه حد على حتيب حد فده بالنسبة للنصيحة اللي انا شايفيها موجودة لبرج السرطان في الوقت ده آآ القراءة انتهت آآ قراءة فتاعتكو كويسة آآ آآ شايفة يعني في بوادر لارتباط او العلاقة آآ آآ ما تنسوش اللايك والشير اشتركوا في القناة